سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطوى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطوى أبحر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطوى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطوى أبحر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نأجي إلى يوم الدين أما بعد في محاضرة الليلة نستكمل ما وقفنا عنده في المحاضرة الماضية عندما تحدثنا عن قضية خلق القرآن والخطاب الشهير الذي أرسله الخليفة المأمون بن هارون الرشيد إلى وليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم يطلب فيه أن يلزم العلماء بخلق القرآن من خلال امتحانهم والكشف عن اعتقادهم لأنه يظن أن إثبات وصف الكلام لله عز وجل يعد تشبيها وشركا فهو يقول بقول المعتزلة أو هو معتزلي يدعي أن إثبات الصفات تشبيه نفس المنهج الذي صار عليه من جاء بعدهم من المتكلمين الأشعرية الذين يزعمون أن استواء الحق على عرشه لو أثبتناه لقلنا بالتشبيه ولو أثبتنا الصفات والكلام وغير ذلك من الصفات فهذا يعد تشبيها والتوحيد يلزم بأن تعطل هذه الصفات بس كان المعتزلة صراحاء في تعطيلهم رجالة يعني رجالة إزاي يعني راجب لك أنا من إش حسبة الصفة لأن إثبات الصفة تشبيه وإحنا هنا أن إثبات الصفات لا يعد تشبيها ولكن إثبات الصفة لرب العزة والجلال هو من أساسيات التوحيد فنوحد الله في وصفه نقول له استواء وكلام ليس كمثل شيء فيه لأننا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا أو شبيلا لكن الأشعرية والمتكلمين في مذهبهم مذهب لا هو تبع المعتزلة ولا تبع السلام ولذلك يقول لك مذهب الأشعرية أو مذهب المتكلمين مذهب مخنث ما أنتش عرف هويته أنت تثبت الصفة ولا تثبت الصفة أقول لك لا أنا لا أثبت الوصف لأن إثبات الصفة تشبيه طيب إزاي ربنا بقول وكلم الله موسى تكليم نقول ربنا بتكلم بس كلام نفسي يعني إيه كلام نفسي يعني معاني إشارات يفهم جبريل وجبريل هو اللي بتكلم فينسبون الكمال في الكلام إلى جبريل ويسلبونه عن رب جبريل خليك مخالف وقول أن ربنا لا يتكلم زي المعتزل أو قل كما قال السلام الله يتكلم كما يلق بجلالي ولا نعرف كيف يتكلم ما رأينا وما رأينا له ما فيه القصر إن المعتزل كانوا متمسكين بمذهبهم واستقوا على السلف الصالح بالخلفاء من بن العباء فكان أول من وقع في الشباكين اللي هو الخليفة من المأمون بن هارون الرشيد الرسالة التي أرسلها المأمون حملت من أنواع البلاء ما لا يمكن تصوره المأمون بيفرض مذهب الباطل ده على كل الأمة بلا السسنة الخلفاء الأمراء القضاء الخطباء وأمره بأن يقرأ هذا الخطاب اللي احنا تكلمنا عنه في المرة الماضية على العلماء في بغداد ايش معنا بغداد لأن بغداد كان فيها جل العلماء المعتبرين يعني كان موجود الإمام أحمد بن حنبل على رأسهم والإمام أحمد بن حنبل عاش تقريبا حوالي 64 سنة تقريبا كان موجود الإمام الشافعي في عصر الإمام أحمد بن حنبل الإمام الشافعي تولد سنة 150 ومات سنة 204 تقريبا 204 يعني حوالي 54 سنة لكن كان يؤيد الإمام أحمد بن حنبل يعني يقف معه وقفة شديدة في المسألة وإن كان لم تظهر القضية بشكلها اللي بتليت فيه الأمة إلا في عصر الخليفة المأمون أيام ممتحن الإمام أحمد بن حنبل وكاتل محنة حقيقية سنة 218 هجرية اللي هي فورد فيها على المذهب الرسمي لما الخليفة تولى الخلافة أمر الناس بأنهم يقولوا بخلق القرآن وأصبح المذهب الرسمي للبلاد الإسلامية هو مذهب المعتزلة بعد ما كان مذهب السلف وانتهى عصر السلف بفرض محنة خلق القرآن وللخليفة على بغداد إسحق بن إبراهيم طبعا ما سد الختاب وصله ولازم ينفذ طبعا كلام أمير المؤمنين حرفيا فجمع العلماء على رأس المحدثين والفقهاء كان على رأسهم طبعا أحمد بن حنبل أبو حياني الزياد وبشر بن الوليد الكندي وعلي بن أبي مقاتل وسعدوي الواسط وعلي بن الجعد إسحق بن أبي إسرائيل وابن الهرش وابن عليا الأكبر ويحيى بن عبد الحميد العمري وشيخ آخر من سلاة عمر بن خطاب رضي الله عنه كان قاضيا على الرقة وأبو نصر الطمار أنا أقول لك الأسماء دي دول من أعلام السلف في وقتها وأبو أبو معمر القطيعي محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن نوح وابن الفرخان والنظر بن شميلة وأبو علي بن عاصم وأبو العوام البارد وأبو شجاع وعبد الرحمن بن إسحق وجماعة من أهل العلم قرأ عليهم خطاب المأمون اللي احنا شرحناه في المحاضر الماضي أكثر من مرة الخليفة عايز يمتحنكم في اعتقادكم هل القرآن مخلوق ولا مش مخلوق فأول ما بدأ في المناظرة بدأ ببشر ابن الوليد بشر ابن الوليد الكندي فقال له ما تقول في القرآن اللي بيسأل مين إسحاق ابن إبراهيم والخليفة على بغداد فقال بشر قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة القرآن كلام الله وسكن لا المخلوق ولا غير المخلوق فطبعا إسحاق ابن إبراهيم سأل وقال له أمخلوق هو يعني القرآن مخلوق فبشر رد عليه وقال له الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء قال له طيب أليس القرآن بشيء قال بشر هو شيء فقال إسحاق فمخلوق هو يعني طالما أنت بتقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء بأيه مخلوق فبشر ما ردش عليه لكن قال له القرآن ليس بخالق دي طبعا حيدة عن إيجابة والقرآن ليس بخالق هو ما بسألكش خالق القرآن إيه مخلوق فالقرآن ليس بخالق فقال إسحاق أنا لا أسألك عن هذا يعني أقول لك شوى خالق ولا مش خالق القرآن مخلوق ولا مش مخلوق فقال بش أنا لا أحسن غير ما قلت معرفش أكتر من كده وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه وليس عندي غير ما قلت ما عنديش أكتر من كده وأنا قبل كده أمير المؤمنين المؤمن بن هارون طلب مني الكلام فأنتوني مش هكلم في المسألة أكثر من هذا هو طبعا عايز التورية والموارب لكن تعالوا تشوف في قولي القرآن شيء والله يقول الله خالق كل شيء يبقى القرآن مخلوق ولا مش مخلوق هذا من العام المخصوص يعني من العام المخصوص الله خالق كل شيء خلق فعل من أفعال الله وصف الخلق وصف الخلق خلق من أفعال الله وصف الخلق وصف فعل يتعلق بالمشيئة الله مش كده برضو لكن صفات الزاد لا تتعلق بالمشيئ فلا تدخل تحت قولي تعالى الله خالق كل شيء فدمن العام المخصوص يعني الله خالق كل شيء من المخلوقات اللي يتحت صفات الأفعال إنما صفات الزاد لا يعني لا تقع فيها صفة الحياة أو ما شبه ذلك أو القدرة أو غير ذلك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها قال بعدها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم فالمساكن شيء وآتت عليها الرياح وما دمرتها إنما دمرت ما يقبل التدمير فهذا من العام المخصوص وده حياتكلم عنه وحن المحمبل لما يناظر الخليفة المعتصر بعد المأمو وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال واصطمعتك لنفسي ده سيدنا موسى عليه السلام وقال ويحذلكم الله نفسه إذا ربنا له نفس ولا ملوش نفس بنص الأية له نفس ثم قال كتب ربكم على نفسه الرحمة طيب ثم لما قال كل نفس ذائقة الموت دعا كل نفس ذائقة الموت بس هل هذا يطبق على كل الأنفس ولا الأنفس اللي تقبل الموت لتقبل الموت إبادة اسم عام مخصوص فليس في الأنفس التي تقبل الموت وهي ذائقة الموت نفسه الحق سبحانه وتعالى ده حجة الإمام أحمد لما رد على الجهمية في كتابه الرد على الزنادق والجهمية فإن هذا من العام المخصوص الله يخاله كل شيء من المخلوقات اللي تقبل الخلق أو من الممكنات المحدثات طيب كلام ربنا لا يدخل تحت قوله الله يخاله كل شيء المهم المهم لما قاله ايه انا معرفش الكرة فاسحق ابن إبراهيم متجهز ورقة مكتوفها كلمتين كلمتين دوله طيب انت دلوقتي مش عايز تجاوب اجابة صريحة ان القرآن مخلوب فهل تقبل ما في هذه الرقعة ايه اللي في الرقعة نكتوف فيها اشهد ان الله واحد احد الواحد اسم والاحد ايه اسم فرد صمد الفرد ما هوش اسم ولا دليل عليه ليس من اسماء الفرد ما فيش دليل على الفرد طيب فرد صمد الفرد طبعا مش من اسماء الله وان كان دي مش محل الكلام دلوقتي لكن احنا دلوقتي بعد رفل الاسماء عارفين ايه اللي يسم وانه مش اسم الصمد من اسماء الله فرد صمد لم يكن قبله شيء ولا ولا بعده شيء ده كلام كويس لأنه نسبة في السنة انت الاول ليس قبلك ايه وانت الاخر ليس بعدك ولا يشبه او ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه دي الكلام اللي قاله اسحاق بن ابراهيم اشهد ان الله واحد احد فرد صمد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من المعاني او لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه العبارة ذي فيها الى 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 هو ايه ان احنا قلنا كلام شيخ اسم التيمية فاكرينه ما من شيئين الا بينهما ايه قدر مشترك وقدر فارق فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد مثل ذي الكلام الدقيق ففيه قدر مشترك ايه القدر المشترك اللي هو الالفاظ المجردة عن الاضافة يعني كلمة سمع سمع الوحيدة ما تدلش على الكشبه لنقول سمع واسك واحد وقفوصت الناس وقال سمع سمع مين اه كلمة وطلعته خلال يقول لا ما فيش كلام مجرد كده عام لازم تقيده يقول سمع محمد يبقى سمع محمد الازم كيفيته شايفين هاي الازم له مسيل ومعروف سمع الحقي ما قدرش أقول الازم لأنني ما شفتهاش ولا فيه مسيل زي فيه سمع كيف يسمع الله أعلم هل فيه مسيل شبه سمعه لا ما فيش يبقى لما قل سمع الله ما تخيلش أزم وما قل سمع محمد أتخيل ايه أزم وطحة دي لكن كلمة سمع زكرة مضافة إلى الله مرة ومضافة إلى المخلوق مرة فالسمع هنا مشترك لغة ينفع تضافي إنسان تضافي لغير الإنسان تضافي الخالق تضافي للمخلوق فلما تقولي لا يشبهه أحد من خلوق في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه لا في معنى كل مشترك لا يدل على التشبيه صحيح هو يطلق ربنا ذكر السمع في حقه وذكر في حق المخلوق وذكر البصر في حقه في حق المخلوق واليد في حق الخالق في حق المخلوق هذا لا يدل على التشبيه فالعبارة دي عبارة مرنة تحتاج إلى وقه ولذلك بشر بن الوليد يعني وقع في المخزور عندما وقع على هذه العريضة أو هذه الرقعة ألا أنا أشهد بالكلام طبعا الكلامنا مش هيكف الخليف الخليفة عايز كلام صريح تقول الخليفة تقول القرآن مخلوق إنما حتلف في الدور يتخليك معارض وطبق صريح ومع السلف يتخليك مع المعتزين لكن المسألة دية ما ينفعش طيب بشر بن الوليد قال أنا أكتب أو أوقع على الرقعة فقال له إسحق بن رهيم أكتب ما قال إنه أوقع على الرقعة بعد كده توجه إلى مين علي بن مقاتل سألوا ما تقول في القرآن قال له كلام الله وأمير المؤمنين أميرنا إن أمرنا بشيء سمعنا وأطعنا خلي بال إن أمرنا بشيء سمعنا وأطعنا يعني لو أمير المؤمنين أمرنا نحن نقول القرآن مخلوق سنقول القرآن مخلوق ويبقى الوزر على من على أمير المؤمنين ثم قال قد يكون قول أمير الممين كاختلاف أصحاب الرسول عليه السلام في الفرائد والمواريد زي ما بعض الناس يقول لك الأسماء الحسنى مسألة خلافية ينفع تاخد الرأي والرأي الآخر زي الفقه والناس اكتهدوا كل واحد بيكتهد نقول له العقيدة ما ينفعش فيها حكاية الاختلاف دي ليه لأن ربنا يختلف معك يقول له ربنا موجودة لم يش موجودة ربنا ذكر قولها في الله شك يقول لك واحد المسألة فيها قولان ما هو عايزين يقوله كده موضوع الأسماء دي زي بالظامة الأسماء دل على ذات الحق سبحانه وتعالى متضمنة للصفاء فلما تقول الأسماء فيها قولان طالما سبت النص بها إسم لو أنك لم تقل به بأي الحاد على طول ما تقول ليش فيه رأي مخالف ما ينفعش ولذلك اللي يقول لك إن مبحث الأسماء والصفات في اختلاف كما صرح بذلك بعض إخواني ما فيش داع جيخ الأسماء حاتبوا تعرفوا لما تسمعوا الاصطوان أخبرك إزاي لأن احنا ذكرنا لكم نص اللي قالوا بالصوت والصورة عشان بقش في بقى يقول لك لا ده أقيلة وقال لا الكلام واضح كم أخبرك إزاي إن مبحث توحد الأسماء والصفات مبحث الأمة اختلفت فيه أبدا اللي اختلف فيه أهل الضلال مع الأمة مع السلف الصال فاخلافهم غير معتبر لما تقول المعتزل اختلفوا مع السلف إيبا اختلاف معتبر الأمة السلف لم يختلفوا في تصديق خبر الله وفي تنفيذها منه فكن انت تشيع بين العم إن مسألة العقيدة فاخلاف لا هذا إما قصور في فهم العقيدة من قبل القائل أو الغراض تشويش على القضية بس بقول لك قد يكون كاختلاف أصحاب الرسول سلام في الفراد الموريس ولم يحملوا الناس عليها فألوا اسمع علي بن القاتل بيقول له اسحاب بن ابراهيم بيقول له اسمع أتشهد أن الله واحد أحد فرد صمت يا امدوا خلاص وريحنا طالما أنت عايزت تتعبنا قال له تشهد على ما في هذه الرقعة قال له أشهد كتب طيب جيه بعد كده ابو حسان الزياد قال له ما تقول في القرآن قال له القرآن كلام الله والله خالق كل شيء وما دون الله مخلوق وأمير المؤمنين قلده الله أمرنا يقيم حجنا وصلاتنا ونودي إليه زكاة أموالنا وإن أمرنا تمرنا وإنها ننتهينا كلام ده ورده كله لا يودي ولا يجيب عندي النزية والمخلوق مخلوق ولا مش مخلوق فقال اسحاب بن ابراهيم إيه القرآن مخلوق فأعاد عليه كلام ده تاني أمير المؤمنين أمرنا وإن أمرنا أمرنا وإن عبرنا عبرنا إلى غير زي قال اسحاب بن إبراهيم هذه مقالة أمير المؤمنين قرآن مخلوق قال له قد تكون أبو حسن قال له قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا يدعوم إليها إن أخبرت أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول بخلق القرآن قلت به قال اسحاب ما أمرني أن أبلغك شيئا إنما أمرني أن أمتحنك في اعتقادك قرآن مخلوق ولا مش مخلوق قال القرآن كلام الله فأشهده على الرقعة الرقعة اللي فعل النص المكتوب تشهد أن الله واحد أحد فرد صمد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقي في معنى معاني ولا في وجه من الوجوه قال له أشهد جيه من بقى أحمد بن حم وأحمد بن حم البقى طبعا لعنده تصريح لعنده تلميح ولا لف وضورات قال له ما تقول في القرآن قال له هو كلام الله قال أمخلوق هو قال هو كلام الله ولا أزيد على ذلك هل لي بالم ما كانش بتكلم ليه لأن كلمة مخلوق وغير مخلوق أمر مبتدع ما كانش موجود أيام السلام بس طبعا لما اضطر نتكلم فقال لما لا يصدك من الأول قال له أتشهد على هذه الرقعة قال له لا خلي بالك شمعنا أحمد محمد ما أرضيش يشهد على الرقعة قال له لا أقول ليس كمثله شيء وهو إيه السمع البصر شايفين كان ممكن يشهد على الرقعة لا فاحتمى بكتاب الله حملوا الناس الأسماء دي سبتة النصة في الكتاب والسن ما حدش عارف أقول لك حك أنت بتحتمي بالقرآن والإيه والسن إنما لو دخلت العقل وتقول له اشتقاه وينفع كذا هتقع وما حدش حاسب قدام بس خلي بالك بقى لما قال له أقول ليس كمثله شيء وهو السمع البصير فواحد من المعتزل اللي قاعدين فقال له يا أمير بيقول لي واحد معتزل بيقول لي إسحاق بن إبراهيم يقول سميع بأذن بصير بعي أحمد محمد قال شغير قول الله تعالى ليس كمثل الشيء هو السمع البصير ما لشيء كده قلت بيقول سميع بأذن بصير بعي فيسحاق بن إبراهيم الجعس كده وقال له ماذا أردت بقولك وهو السمع البصير أحمد المحمد الرد عليه قال أردت منها ما أراده الله ورسول يلا إذا كان ربنا أراد سميع بوزن بصير بعي طالما تفهمت كده خلاص أنا أردت ما أراده الله ورسول يلا ستعمل إنت ولذلك بقولك الاحتماء بالنص أن تقول بقول الله وقول رسول هو ده اللي يجمع الناس محادي شر أتكلم معاه أي واحد مخالف تجمعه قال الله وقال رسول إنما بقى الأمة ألفت لا اعتادت لا معالش لا خلينا نمشيه الكلام ده كله أو الأمور حتعمل بلبلة زي ما بعض الناس يقول لك ده بلبلة وفتنة فتنة إيه وبلبلة وما أنت تقول له الناس قال الله قال رسول إيه ما ها كل يوم نسمع الشيخ أو الشيخ الفلاني أو الشيخ فلاني قال الله وقال رسوله والسنة وكتابه والسنة ولازم القرآن والسنة طب يلا وروا ما هو لازم حاجة كده تبين صدق الشيخ في كلامه فجن في موضوع الأسماء لينا بقى مش عايزين قرآن وسنة خلينا ماشين مع الناس المألوف هشام عباس واللي معاه ديم يغنوا نغن معهم خلا أخبرك إزاي إنما كده لا ما ينفعش أنا بقول بس الموقف على أساس إن المذهب السلف اللي بتكلم عنه الآن إحنا دلوقتي والله ما أتصور إن قضية الأسماء الحسنة اللي بنتكلم عنها دلوقتي إلا إن هي أسقلت الفهم السلف الصح مش كل اللي يقول أنا تابع مذهب السلف تابع مذهب السلف بقى تقدم النص والدليل والإسم اللي ورد في التنزيل حتى لو خالفت كل ما في العالم كده يا بقى أنت صادق صحيح إنما سلفية على هوانا وعلى مزاجنا ما تبعش دي مذهب السلف الصادق اتربى بقى من جديد وتفهم الكتاب والسنة صح كده حتكتمع الأمة وحنا اتطفق ناب غيري كده لا المهم بس بعض المواقف بتحصل ومرت على السلف الصالح واقفوا موقفا وتمسكوا بالحق وربنا نصاره كتب كلام العلماء وارسلوا الخليفة المأمون كان موجود في ترسوس ترسوس بلد في شمال الشام كان الخليفة المأمون وقتها راه يحارب الروم النصارى ويدفع الإسلام وينافع عنه هو قاعد بيقتل في المسلمين بيمتحنهم وبيعذبهم ويفعل بهم البدع اسمعوا ماذا حدث وصلوا الخطاب بتاع اسحق المبراهيم رد عليه بسرعة في خريطة بندارية الخريطة البندارية اللي هو البريد الممتاز الأيام دي فيه بريد عادي بريد مسجل بريد سريع فالبريد الممتاز السريع دي بيسموه زمان الخريطة البندارية لا تنتظر اجتماع بقية الخرائط لأنه كان فيه نظام بريد زمان البريد ده إنه واحد بالفرص بتاعه مكلف من قبل الحكومة إنه يشتال الرسائل وينقيلها للناس من بلد لبلد ده وعملوا له مراحل يستطيع فيها فبتعود مثلا رسالة شهر ولا حاجة على ما توصل من مصر للسعودية لا دي وصلت في يوم ولا اثنين للخليفة شوفوا رد ده بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابي إليك فيما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة وملتمس الرياسة بيقول على الله أحمد بن حنبل إن الرجل عايز يبقى مشهور عشان يبقى خالف للأم شايفين يا كنا كل اللي بيتكلم الآن على قد الأسماء الحسن يقول لك الناس دي عايزت بل بل بس تخالف عشان تشتهر يا سلام يعني نحمد محمد كان سعيدها طالب رئاس والمتصنعة وأهل القبلة وملتمسوا الرياس رئاسة يواعز رئاسة لا على أساس إن هو الوحيد اللي حيخالف لأمة كلها يخالف الخليفة فيما ليسوا له بأهل من أهل الملة وما كان من قولهم في القرآن لما أمرك أمير الممين بامتحانهم وتكشيف أحوالهم فأما ما قاله المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه وما أمسك عنه من أن القرآن مخلوق وادعاؤه تركه الكلام في ذلك وأنه استعهد أمير الممين فقد كذب بشر فقد كذب بشر في ذلك وكفر خلي بالك باب اللي بيكفر بشر مين الخليفة المأمون نفسه وقال الزور والمنكر ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهد ولا نظر أكثر من إخبار أمير المؤمنين من اعتقاد كلمة الإخلاص والقول بأن القرآن مخلوق يعني بقول هو ألء الدم إن القرآن مخلوق جاي الوقت يعمل نفسه مش عاركي لا أدعوه إليه أدعوه إليك وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين الخطاب من مين من المأمون الخليفة المأمون لمين لسحق المؤمنين وانصصه على قوله في القرآن بأنه مخلوق واستتيبه يعني خليه توب من اللي دجع في كلامه فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته إذ كانت تلك المقالة الكفر الصريح والشرك المحض عند أمير المؤمنين فإن تاب أشر أمره وإن أصر على شركه ورفض أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحادي فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمن برأسه إن شاء الله شايفيني أخواني إن مالش القرآن مخلوق إذبحوا وبعث لنا رأسه شوف الروس بتطير إزاي عشان كلم قرآن مخلوق ولا مش مخلوق فييجي واحد الآن في الأمة أستاذ دكتور بيقى على القناة الفضائية قناة الحياة والله يسمع يقول لك إيه إحنا هنستفيد إيه يعني الموضوع إيه يعني لما نشيل 21 إسم ونحط مكانهم 21 إسم استفدنا إيه ده كلمة حطر فهر آب فبلك بها بأسماء الحق سبحانه وتعالى التي ألفها الناس ولا دليل عليها في حين أن أسماء الله اللي سبت في القرآن والسنة يدعون أن إثباتها لله ونقول لهم حطوا دي ما كان الأسماء الغلط ونقول لك لا أنتوا كده بتغيروا في أسماء الله عز وجل أمور بتتكرر بشكل عجيب ونبعث إلى أمير المؤمن برأسي إن شاء الله وبعدين كمان إبراهيم بن المهدي امتحنوا لهم قال إيه أما أحمد بن حنبل شو بقى أحمد بن حنبل ها يقول فيه وأما تكتب عنه لأنه وكتب في الرسالة للخليفة بقول له إيه إن أحمد بن حنبل مصر وبيعاني بس هو راجل زاهد وله ما كان في قلوب الناس فاتعامل معه برفع إنه مش أي واحد قل له أحمد بن حنبل وما تكتب عنه فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة لم قالهم ليس كمثل شيء وهو الإيه السماء المصير وعرف سبيله فيها واستدل على جهله وآفته يعني بيوصف أحمد محمد بن جاهل وصاحب آفة ما بفهمش إزاي يقول ليس كمثل الشيء وهو السماء البصير وبدأ بقى إيه يذكرهم واحد واحد وبعدين قال له في النهاية إيه ومن لم يرجع شوفوا الكلام يا أخواني ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك وذكره أمير المؤمنين أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا ولم يقل إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الولي إبراهيم بن المهدي فحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه لينصحهم لينصحهم أمير المؤمنين فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف ساعتها بقى أدرك المحدثون والفقهاء إن القضية قد بقى مش هزار فيها قطع رقاب طبعا هم كانوا مسجنين كلهم فلما قرأ الخطاب كل الفقهاء والمحدثين آل القرآن مخلوق وتأولوا هذا رجل مخضارب حنعمل له إيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إنتعز القرآن مخلوق خلاص يا سيد القرآن مخلوق كلهم أجابوا إلا أربعة أحمد بن حنبل الحسن بن حماد اللي هو اسمه سجادة عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بنوح أمر بسحاق بن إبراهيم باعتقالهم ووضعهم في السيجن لغاية ما يبعثهم للخليفة في اليوم الثاني جاب الأربعة دون عرض عليهم الكلام مرة تانية فيه اتنين استجابوا اللي هو سجادة الحسن بن حمد وأيضا معه من تاني اللي هو عبيد الله بن عمر بقي أثناء أحمد بن حنبل ومعه مين أحمد بنوح القرآن كلام ربنا غير مخلوق بس صراحة بقى يعني طالما وصلت الحكاية لاستباح الدماء خلاص يبقى نوك كلمة الحق صريحة هو بقول قرآن مخلوق وإحنا بقول غير مخلوق كل الأمة الإسلامية بلا استثناء لحظة أخواننا نوطي الأمة الإسلامية كلها بلا استثناء قالت بأن القرآن مخلوق معدد اثنين أحمد بن حنبل ومحمد بن نور سبحان الله هل كلام الناس يعتبر إجماعي الوقت نصبول لا تجتمع أماتي على ضلال إمتى تجتمع لو وافى أحمد بن حنبل ومحمد بن نور وبعد كده حيموت محمد بن نور حيث ضر أحمد ومحمد اللي وحد يبقى تصور بقى أمة عدد سكانها كان من الشرق الغرب خليفة عباسي كان بيسلطر على أقاص الهند إلى أقاص المغرب ومن الشمال إلى الجنوب في إفريقيا يعني أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم بتقول القرآن مخلوق إلا واحد والرسول قال لا تجتمع أمتي على ضلال يعني الواحد دي لو وافى أنا عايز أقول لكم على أساس أن الإجماع يلزم منه اتفاق الكل أنا أقول لك لأن المعلومة دي هكفتنا في قضية الأسماء ولك لأي الناس اجتمعت وأصبح هذا من المعلوم بدينا بضرور أين اجتمع إذا كان كل علماء المحققين قالوا هذه الأسماء ليست قرآنا ولا سنة والأسماء توقفية بلازم تاخدها منصة يبقى مش إجماع ولكن الأمة اجتمعت على ذلك ده إجماع باطل لأن الإجماع يلزم في اتفاق الناس وأغلب الناس المحققين علماء على غير ما عليه العام يبقى اجتماع العامة والدهماء لا يعد اجتماعا للعلماء ولا اجتماع الأمة ده القصد يعني أحمد بن حنبل خالف الكل طي زاد القيود والسلاسل حتى إن أحمد بن حنبل كان مقيدا بثلاثين رطل من الحبيب والسلاسل أكد إسحاق بن إبراهيم قيودهما وجمعهما في سلسلة واحدة على بعير واحد متعادلين يعني رابط أحمد بن حنبل في نحية من البعير ومحمد بن نوح في النحية التانية والسلسلة هي اللي مسكوا هما الاثنين صورة بقى مزرية مشينة إمام أهل السنة يربط بهذا الشكل على بعير فواحد هما في الطريق راحين بقى من بغداد لترصوص شمال سوريا كده قرب تركيا واحد بيقول له يا إمام ألا ترى الباطل كيف ظهر على الحق شوف الناس كلها بقولوا ما فيش هلاني وانت أو بعض الناس فقال كلا إن ظهور الباطل على الحق أن تتحول أو أن تنتقل قلوب الرجال من الهدى إلى الضلال يوم الناس في عقدتها تنتقل إلى الباطل إيبا فعلا انتصر الباطل لكن قلوبنا لازمة للحق أو ملازمة للحق لسه على الحق إيبا إحنا اللي على حق هو اللي حينتصر يعني الكسرة مش شو سيلة قصد قالوا واحد في السكة طريق يقولوا إيه اسمه جابر بن عامل بيسأل من يدل على أحمد بن حنبل هو واحد من الأعراب من الزهاد العوامل بحي يسأل أحمد بن حنبل من يدل على أحمد بن حنبل فأشاروا إليه هو دا المقيد بالسلاسل على البعير سلم عليه وقال له يا هذا إنك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليهم يعني انت السفير بتاع الناس دي كلها فلا تكن شؤما عليهم وأنت رأس الناس فإياك إياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبه فتحمل أوزار الناس إلى يوم القيام وإن كنت تحب الله فاصبر فإنما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل وإنك إن لم تقتل تمت وإن عشت عشت حميدا إيه وعى تستجيل الخليفة معنى كده إن الناس خايفة من السيف لكن قلوبها مع من مع الحق ومع الإمام أحمد بيقول كان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من رد الذي يدعونني إليه واحدتاني برضو اسمه أبو جعفر الأنباري أو الإنباري قال الإمام أحمد أنت اليوم رأس الناس يقتدون بك فوالله لئن أجبت بخلق القرآن لا يجيبن بإجابتك خلق من خلق الله ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك ستموت ولا بد من الموت فاتق الله ولا تجيبهم بشيء فجعل الإمام أحمد يقول ما شاء الله يكون ما شاء الله كائن وأيضا من ضمن الأمور وإن كان المسألة دية هل هي وصلته في الرحلة ولا لا الإمام الشافع أرسل رسالة بس الكلام ده كان متأخر فيه فهيبقى الرسالة دي وصلته قبل كده أرسل الربيع بكتاب من مصر إلى أحمد محمد في بغداد انتهى من صلاة الفتر عندما وصل الربيع الإمام الشافعي بعت رسالة إلى أحمد محمد فدفع يقول الربيع دفعت الكتاب إليه فقال لي أقرأته قال لا قال الإمام أحمد يذكر الشافعي في الكتاب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له أكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبد وقرأ عليه مني السلام وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجيبهم يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة يعني شوف ما يكون يعني رؤية زي كده تبشر فعلا بالحق ذهبا على البعيد لملاقات الخليفة المامون وهما في الطريق طبعا معانبا الوقوف وكلمة حق عند إيه سلطان جائر أفضل جاد كلمة عدل عند سلطان جائر حديث عند أبي داود صح الشكل الباني حتى اقترب من معسكر الخليفة في الثامن عشر من رجب سنة مئتين وثمانتاشر والناس عيتها بقى ما كانش في أزانهم غير بقى إن فيه اتنين راحين يتدبحهم عند الخليفة أحمد بن حنبل حمد بنه والأمر يعني له رهبة شديدة جدا الناس كيف على واحد زي المام من حنبل عشان إيه يعمل في كده والإمام أحمد برضو الناس بتستغرب يعني مع أولى كلمة القرآن مخلوق تستاهل إن الواحد يدافع عن هذه الكلمة إن دي مش صحيحة وإن القرآن غير مخلوق وربنا نتكلم كما لكم جلاله لدرجة إن واحد يضيع عمره كله كله من أجل هذه الكلمة يوقف أحمد محمد الوافدي عشان تعرف أن الحق في العقيدة بالذات ما ينفعش فيها تهاون والقضية يلا كله ماشي وزي بعضه وعشان ما نبلشي الناس كان عمد محمد يقول لك ويعني خالف الأمة دي كلها طيب قال واحد قبل من يقربوا من معسكر الخليفة فمحمد بن نوح يقول له اسمعوا الصديق قال له محمد بن نوح يا أحمد إني موصيك بوصية فاحفظها عني راقب الله في السراء والضراء واشكره على الشدة والرخاء وإن دعانا هذا الرجل أن نقول القرآن مخلوق فلا تقل وإن أنا قل فلا تركن إلى قولي وتأول قول الله يعني نخلي بالك من قولي لا تأول هنا مش مع التأول التالث لا وتأول قول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا يعني لواني انضربت والله حصل لحاق وحسيت أنني حبيع نفسي إيه وعا تعمل أنت آه وشوية وجاي مين خادم الخليفة المأمون والسياب بتاعه جاي إلى الإمام أحمد يبكي هو خايف على الإمام أحمد لو الخليفة قال له يالله اذبح ما هيرافش كسر الكلام فجاي يبكي ويمسح دموعه ويقول يعز علي يا أبا عبد الله قولي أحمد إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل وأقسم بقرابتي من رسول الله وإن كان القسم ده لي صح القسم يؤمن عز وجل لإن لم تجيبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف يعني نقول له عشاء خطري بدل ما يذبحك ولا يعمل فيك حاجة اسمع الكلام خلاص صحيح أنت على حق يعني يعمل زي الفقهاء لما قالوا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمام يعني قلبه مع الإمام لكن يده مع من مع السلطة عزت على الإمام أحمد نفسه وعز عليه هؤلاء العوام فجثى على رقبتي ورفع يدي إلى السماء وقال سيدي ومولاي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرى على أوليائك بالسب والضرب والقتل اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته يدوب الإمام خلص الدعاء بتاعه وإذا بالخبر يطير في كل مكان مات الخليفة المأمون أخذ الله الخليفة أخذ عزيز المقتدر ما أبلوش يعني مجرد ما دع الله عز وجل حدث هذا الأمر بشي عزيب هو أحد يقولك يعني يكون الخليفة كده معقول ربنا استجاب بدعاء الإمام أحمد آه يا أخي ربنا راجل مظلوم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون أنا عايز أقولك على نقطة في موضوع الأسماء الحسنة وإن كانت يعني الوقت يعني فعلا يخلي القلب يخشع لكن حصل هذا بالفعل يعني أو حصل هذا الأمر في زفتة بيكتبوا الأسماء الصحيحة في إيه في أحد المساجد فحصل خلاف يعني أول مسجد في مصر يكتب الأسماء الصحيحة هو مسجد الدعوة في ضميات أكبر مسجد في ضميات الجديدة حتى حتلاقوا الإخوة صوروه وموجود في المحاضرة بتاعة المحاضرة معها خطبة الجمعة في صفة اللبن فالمقدمة بتاعتها فيها الأسماء مكتوبة على المسجد المهم بتاعة زفتة ده اللي حصل قاعدين يكتبوا الأسماء الصحيحة تعرفين دورة وصول العقيدة اللي في الغربية شرحنا فيها الموضوع فيقتنع بقى الناس فواحد قاعد بيكتب في الأسماء فالمهم واحد من الناس من الناس اللي هما قاعدين يقول أنتوا جايبين تؤلفوا لنا في الدين إحنا طول عمره نحفظين الأسماء دي وقاعد بقى يشتم ويقول فالمهم المسجد فيه 22 مروح هو واقف تحت واحدة منه وهو قاعد يقول أسماء إيه اللي قاعدين تقول لنا وقاعد بقى يقول الله أعلم هو الآن بين اللي حاول موت ده حصل فعلا الكلامنا بقى له قرابة الشهر إخوة بيكلموني فالناس هناك أشيعة في خبر في مدينة زفتة إن اللي حينكر على الأسماء الصحيحة يوم الأربع اللي فات دي كنا هناك في المحاضرة هناك في زفتة فمقابلني واحد بعد مين بعد موت الدكتور المصية قل لي إيه الحكاة دي بقى ما لك إزاي معقولة اللي يجري على الأسماء يحصل كذا حتى الدكتور المصير كماني توفاه الله قلت له يا أخي أنت ما تربطش من الأحداث بهذا الشك هي القضية قضية حق ربنا حيظهرها لكن دي ما لاش علاقة لأنني لم أدعو على المصير ولم أدعو على الرجل لأنني ما عرفوه قضية قضية حق وسيزوره الله عز وجل القز الإمام أحمد دع فاستجاب الله لا والناس عرفت كده ليه لأنه شيع الخبر أن أحمد بن حنبل دعا فاستجاب الله لا وهو عشان كده اتغذ منه خلفاء بن العباس اللي بعده يعني كان الماء منسلي وكويس مش عيان ولا حاج فربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة الإمام أحمد بن حنبل بهذا الشكل والراجل يموت على طول مباشرة بعد الدعاء شيء عجيب لكن قبل ما يموت قال له كون معتصم إيه اسمعوا بقى النصيحة قال له وطبعا ما اتعيزش من اللي حصل وعلى وشك الموت وعلى فرش الموت قال له خذ بسيرة أخيك في خلق القرآن واجعل قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك الشركة في المشورة اللي هو هيبقى قاضي القضاء ولا تدع أحمد بن حنبل ما تسيبوهش لكن حد يبلغوا الخبر ويندع عليه ولا حاجة قال له ما تسيبوهش يعني انت بتموت وخلاص هتقابل رب كريم يبقى في الحالة دي توصي على إن ما يسيبش أحمد بن حنبل لهم الخليفة المعتصم هل كم من المسيرة لا كان زكي قال إيه الوقت الناس عرفت إن أحمد بن حنبل على حق والمأمون على باطل وإن ربنا استجاب لمين لحمد بن حنبل فخاف أن يمتحن أحمد أو أن يفعل فيه شيئا فينقلب الناس بثورة على مين على المعتصم فالعقل والحكمة إن يرجعوا تاني فرجعوا تاني البغداد عشان إيه الناس تهدى كده ويمسك الملك كويس بعد كده حزب لكن هم خافوا فعلا في الوقت دي إن ممكن الناس تنقلب عليه متوفر مع من محمد ممكن تبايعوا بالخلافة سعيد إلا حصل رجعوا تاني محمد بن نوح شاب يعني قول في الأربعين كده كهل كده وعمل محمد العجوز يعني عمره ساعة اللي محنة هو أحمد بن محمد تولد سنة كام بالضبط سنة 164 ومات سنة 241 164 بعد 36 سنة ضفنهم كمية 18 عند 54 سنة محمد بن نوح كان أصغر منه بس محمد بن نوح ما تحملش أصار القيود والتعزيل فأوشك على الموت في الطريق وهم رجعين لبغداد قل له يا أبا عبد الله قبل ما يموت الله الله إنك لست مثلي أنت رجل يقتدى به قد مد الخلق أعناقهم إليه لما يكون منك فاتق الله واثبت لأمر الله بعدها مات محمد بن نوح الجند ما صلوش عليه اللي صل عليه أحمد بن حنبل ودفنه وكان يقول فيه ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوى بأمر الله من محمد بن نوح يعني الفقهاء والمحدثون الكبار زي علي بن المديني جابنوا وقالوا القرى المخلوب محمد بن نوح لا وقف معنا محمد محمد لما مات محمد بن نوح يبقى اللي بقي مين أحمد بن حنبل رجع بقى حطوه في السجن في بغدال ثلاث سنوات وما سابوش بقى أحمد بن حنبل لا جابوك منها ريب عم أسحق بن حنبل ومجموعة من الناس فعمه بيقول له يا ابني انت تعبتني لما لا تجيبهم إلى القول بخلق القرآن توقيا توقيا زيما المشيخ عملوه فأحمد بن حنبل وما تصنعون بحليف خباب خباب نرد لما شكونا يقول شكونا إلى رسول الله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين أو فيشق حتى يقع شقا وما يصده ذلك عن دين الله ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه وبعدين قال له وإذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق يعني يفرض العالم سكت والناس ما تعرفش الناس حترى الحائم وبعض إخوانا كانوا بيلوموا علينا في حكاية البحث قولوا يا تكلم في المسألة وعايز تسيرها وتعملها يعني أعمل إيهان أنتو بتلوموا علي أنني درست الأسماء وحققتها بحيث أقولك دهو فيه واحد وعشرين يسف معلومش دليل خلاص مش من أسماء الله وفيه أسماء صحيح هي كذا وكذا وكذا غلطان يعني أولع في الكتاب عشان تتبسطوا والله أنا قلت لكم واحد منهم أنتو عايزين إيه بالزبط إذا كان يرضيكم أننا نولع في الكتاب عشان تتبسطوا ما عملش فتنة من الأمة زي ما أنت بتقوله الأم خلاص رحوا ولعوا فيه خلوا الناس بقى على جهر عمره ما فيه كتاب والسنة يفرق أمة اللي يفرق الأمة الجهر وهوى النفس كن واحد في قلبه هوى صعبان عليه قل لك يعني واحد أصغر مني في السن ولا واحد الناس ما تعرفوش وأنا رجل مشهور قد كده يبقى يطلع الحق على لسانه وعيزنا نمشي وراه بقى تصعب على النفوس الكثيرين هي دي المشكلة المشكلة دلوقتي أن صعب عليه يعني أحد الإخوة جلست معاه فترة طويلة يا شيخ احنا هتحت أمرك هات حاجة واضحة وإحنا على عين والرأس يا اسم غلط تصححه يا اسم احنا تركناه ومخدناش بالنا نلتمي إليه لكن طالما الأسماء سبت بنصه وصحيحه انتهي المزعل هو كده وخلاص تشويش وخلاص يعني أعمل إيه يعني غلطان الدراسة في الموضوع أنا بالمناسبة بس حبيت أربط القضية على أساس إخوانا يرون إن عقيدة أهل السنة والجماعة تبتلى وإن اللي عايز فهم الناس عقيدة صح يكون صادق في كتاب وسنة لا يخشى في الله لو متلا حتى لو كل الناس فوادي وانت فوادي تاني ما هو قدامك أحمد محمبل مسجون والناس بقول له أجي بالخليفة توقيت قلوا لا أنا لا أبالي بالحبس فما هو منزلي إلا واحد ولا أخاف السيف لأن لو مات أي بشهي نعمة الشهاد وإنما أخاف فتنة الصوت كرباك وأخاف ألا أصبر يعد يضرب فيه فأستغيب فواحد رد عليه وقال له لا عليك يا أبا عبد الله هم جرب يعني فما هما إلا صوتاني ثم لا تدري أين يقع الباطل حتى أخذ كربا جيج ويسيد بعد كده ما تحس بحاجة حيضربوا فيك ولا تحس كان الرجل يعني جرب قال له لا ده حكاية بسيطة أو يضربوا كده عصيتين ثلاثة لما الواحد جسمه خلاصه الخلاية تموت يضربوا زماما عايزين بقى ثلاث سنين تلاحقت عليه بقى كتير ولا طيب هو في أغلاله فحولوا من السجن العام لدار الخلافة دار الخليفة إسحق بن إبراهيم الأمير قبل الخلافة عشان إيه يفوضوه قبل ما يعمل مناظرة مع الخليفة معتصم ده المراتي مش المامود فنظروا يغلبهم في الحج في الحج يقولوا بقاتوني آية في كتاب الله تقول القرآن مخلوق وأنا أجيبه أتولي نص أو في سنة رسول الله سلم فقالوا له يا أحمد إنها والله نفسه إنه لا يقتلك بالسايف عشان يريحك لا إنه قد آفر إن لم تجيبه أن يضربك وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس لم يأبه والآتوني بآية من كتاب الله وأنا أجيبه زادوا علي القيود حتى أصبحت في رجل أربعة ما استطاع أن يمشي ربطها في تكة السروال وحملها بيده وجاءوا بدابة وحملوه عليها كاد أن يسقط من ثقل القيود وليس معه أحد يمسكه على الدب أو يمسكه على الدب سلم حتى جاء در المعتصم المعتصم خرج أنا أنا مش عايزة أقول لك التفاصيل وأطول فيها علشان إحنا يهمنا المناظرة التي تحصل لي الخليفة خرج على قومي في زيناتي بقى وكان قبل ما يجيب أحمد محمبل ده بحين اتنين كده بالصالح عن النبي قبل كده علشان إيه خلف الخليفة خلق القرآن ولا حاجة يعني حاجة يرعبوه بقى أحمد محمبل والمعتزل طبعا من الوزراء والناس وقفين وقعدين يتهموا لي معه محمبل على إنه هو راجل ضال مضل مبتدع وكأن فعلا هم أهل الحق وحمد محمبل أعلى الباطن فأدخلوه على الخليفة المعتصم قال المعتصم قربوه فقربوه فلم يزل يقربونه حتى أجلسه المعتصم بجواره قال الإمام أحمد فجلست وقد أثقلتني القيود فمكثت قليلا ثم قلت تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين قال تكلم قلت إلى ما دع ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن خليفة عباسي العباس عم النبع السلام قال المعتصم إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال المحمد قلت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ثم قلت إن جدك عبد الله بن قيس عبد الله بن عباس قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان بالله وحده فقال لهم أتدرون ما الإيمان قالوا الله رسول أعلى قال شهادة أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتي الزكاة وأن تعط الخمس من المغنم لما تصنع بذلك أنت بتعمل فيه كده لي فقال المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك يعني لما أصلا ما عملتش معك كده بس طالما الخليفة المأمون هو اللي جابك وعمل كده ما ظهر شسير ثم قال يا عبد الرحمن ابن إسحاب ابن والي الخليفة ألم أمرك برفع المحنة يعني كأن الخليفة عايز ما يمتحنش الناس كده بس المعتزلة والبطانة السوء مش سيبين الناس قال المعتصم ناظروه وكلموه يلا ناظره يا عبد الرحمن عبد الرحمن ابن إسحاق ابن إبراهيم ولا الخليفة على بغداء فقال له ما تقول في القرآن قال الإمام أحمد ما ردش عليه قال لم أجيبه فقال المعتصم أجيبه رد عليه فالإمام أحمد قال له ما تقول في العلم ما تقول في كلمه كلام الله لو القرآن قال له ما تقول في علم الله قال لي بل فسكت عبد الرحمن فالإمام أحمد قال القرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر يعني رد القرآن إلى لأن القرآن كلمات طيب ما تقول في علم الله قال له القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى يرد إلى علمه وقد كان في علم الله فلو قلت أن العلم أو القرآن مخلوق يبقى العلم مخلوق فقد كفر فقالوا يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا لم يلتفت المعتصم إلى ذلك قالوا كفرك وكفرنا لم يلتفت المعتصم إلى قولهم فقال عبد الرحمن كان الله ولا قرآن كان الله ولا إيه هو طبعا عايز يخلط صفة الزات وصفة الفعل وصفة الفعل والفعل القرآن كلام الله أبدا يتكلم كما لكم بجلاله فوصف التكلم وكلم الله موسى إيه التكليم وصف فعل لله دائم لكن الكلام الوفع للكلام مرتبط بزمن له بداية ولنهاية فالوصف دائم هم بينكروا المعتزد لكن التكلم وكلم الله موسى كان على قبل الطوب مش كده برضو فكلام الله عز وجل كصفة من صفات أزلية أبدي لكن الكلام العربي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والكلام باقي لأن وصف التكلم وصف رب العزة والجلال ومرض الكلام إلى علم الله كله كان الله ولا قرآن هأقول لك برضو كان الله ولا علم يبقى أنت عايز في صفة العلم عن الله فسكت عبد الرحمن بعد أن محمد قال له يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله وَأَنَا أَجِيبُكُمْ هاتولي دليل كلام صريح من القرآن أو السنة سبحان الله طيب قال بعض الحاضرين لمحمد أليس قد قال الله الله خالق كل شيء فالإمام رد قال تدمر كل شيء بعمر ربها ولم تدمر المساك فأصبح لا يرى إلا مساكينه فكذلك إذا قال الله خالق كل شيء طيب ثم قال وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسمه كلاما ولم يسمه خلقا فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع خلق الله ولا كلام الله كلام الله قال له طيب مش ربنا بيقول بعض الحاضرين يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبوا أهو أقول لك القرآن محدثة في التعاس قرآن هذا قرآن صحيح لا يا جمد شوي فأحمد المحمد سيخلص من موضوع هذا زي فقال قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر خلي بل قياس الأول درسنا فالمرد ما يأتيهم من ذكر من ربهم قرن الله عز وجل في هذه الآية بين ذكرين ذكر الله عز وجل وذكر الرسول لأن ذكر الرسول ذكر فإذا اجتمع ذكراني وقال الله عز وجل في كتابه ولذكر الله أكبر يبقى ذكر الله غير مخلوق وذكر الرسول مخلوق فهمتوها يعني الذكر ذكران ربنا ذكر القرآن ذكرا وأنزل على النبي وحيا صلى الله عليه وسلم فذكر النبي مخلوق وذكر الله غير مخلوق فإذا اجتمع في موضع ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون ففي هنا ذكر الله وذكر الرسول فذكر الرسول مخلوق وذكر الله غير مخلوق ولذكر الله أكبر ولذلك فالشيئان إذا اجتمع في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر ثم جرى عليهما اسم متح كان أعلىهما أولى بالمتح وأغلب ده اسم قياس الأولى فاكرين قياس الأولى زي ما ربنا قال إن الله بالناس لرؤوف الرحيم أما أقول الله بالناس فيه المؤمن وفيه الكافر يبقى من أولى بالرحمة المؤمن يبقى المؤمن أولى بالرحمة من الكافر معاين ربنا أقول إن الله بالناس رؤوف الرحيم كذلك لما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث جمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه فأما ذكر الله إذا انفرض لم يجري عليه اسم الحدث يعني ليس مخلوق ألم تسمع إلى قول تعالى ولا ذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك وإذا انفرض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسري عليه إنه مخلوق أو حدث يعني ألم تسمع قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال وذكر فإن الذكر إيه تنفع المؤمن يبقى تذكر الرسول مخلوق ولا مش مخلوق إن صفة من صفات المخلوق فذكر إن نفعت الذكر إنما أنت مذكر فالله جمع بين ذكرين في الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا يبقى في هذه الحالة ذكر الله يجري المخلوق وذكر الرسول المخلوق المهم كل من يجبول آية يرد عليهم رد مفحم لغاية ما حتى إن واحد منهم إيه بيقول لهم هتولي نص صريح فالمعتزل الديء قوي لأن المعتزل بيجد له بالعقل والإمام أحمد بيلزيهم بإيه بالنصوص بالنقل هتولي نص ما عد شباب يجيب نص فواحد قال له إيه اسمع إن الله عز وجل بقول له سبت عن الرسول إنه قال إن الله عز وجل خلق الذكر والذكر هو القرآن فالإمام أحمد قال له لا الحديث بيقول إن الله كتب الذكر هو قد تكلم منه ده واحد صاحب المسنة طيب قال له طيب اسمع أقول لك عليك ويساب ربنا بقول إنا جعلناه قرآنا إيه عربي وده قلته المرة اللي فات فكل مجعول مخلوق فالإمام أحمد قال لا ليس كل مجعول مخلوق ربنا بقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانك ما ينفعش ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله فجعل ذي بأمخلوق لا الناس بره كانوا ايه في ضجة شديدة واجتماع على القصر وعدين يسمع الأخبار سليمان بن عبد الله بقول أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابي كيوم العيد فدخلت الدار فرأيت بصاتا مبسوطا وكرسيا مطروحا فوقفت بإزاء الكرسي فبينما أنا قائم إذ المعتصم قد أقبل فجلس على الكرسي ونزع نعله من رجله ووضع رجلا على رجله ثم قال يحضر أحمد بن حنبل أمير باو وزير فقال يا أحمد تكلم ولا تخف قال أحمد والله يا أمير المهين لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع فقال له المعتصم ما تقول في القرآن قال كلام الله غير مخلوب قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجلوا حتى يسمع كلام الله قال له عندك حب غير هذا قال أحمد نعم يا أمير المهين قول الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ولم يقل الرحمن خلق القرآن كما خلق الإنسان قال وقول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق فقال المعتصم ناظر فلما غلبهم قال احبسوه المعتصم وتفرق الناس داوى اليوم تاني يوم جابوا فالخليفة بقول له هاتو أحمد بن حنبل فجيء به فلما انوقف بين يديه قال للمعتصم كيف كنت في محبسك البارحة يا ابن حنبل قال بخير والله يا أمير المنين إلا أني رأيت في محبسك أمرا عجبا قال شفت يعني قال وانت صلي في نصف الليل فتوضأت وصليت ركعتين فقرأت في ركع الحمد لله وقل أعوذ برب الناس وفي الثانية الحمد لله وقل أعوذ برب الفلق ثم جلست وتشهد ثم قمت فكبرت لكي أصلي ركعتين وقرأت الحمد لله وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد ما استطاع ما قدرتش أشتهد في أن أقرأ قل هو الله أحد لم أقدر فمددت عيني في زاوية السجن فإذا القرآن ميتا غسلت وكفنت وصليت عليه ودفنت في زاوية من السجن قال ويلك يا أحمد وهل القرآن يموت قال لو أنت تقول إنه مخلوق وكل مخلوق يموت ساعتها طبعا لما حس أن الخليفة يعني المعتزل حس أن الخليفة يتهزأ لكن زي قال قاد القضاء أحمد بن أبي دهد يا أمير الممين هو والله ضال مضل مبتدع وتتابع الحاضرون يلعنونه ويسبون ويقولون اقتله ودمه في رقاب فجي أحمد بن أبي دؤد اللي هو قاد القضاء يعني أقرب الناس الخليفة جاء إلى الإمام أحمد أقبل عليه ليكلمه فأحمد لم ينتفد إليه فالخليفة يقوله أنت ما بتكلمش أحمد بن أبي دؤد ليه هم مش ردي يرد على خالص ولا يبصي فقال يا أمير المؤمنين هذا لا أعرفه من أهل العلم فأحدثه وحج جاهل حكلمه إزاي فأحمد بن أبي دؤد ساعة ما قال له كده قال له يا أمير المؤمنين والله أنا حريص على استجابته إن استجابة أحمد لرأي الخليفة قال لبالا أحب إلي من مئتي ألف دينار قال المعتصم والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي يعني حافك كان القيد بتعوي يدي قال أحمد أعطوني شيئا من كتابي مش حرد علي طال المجلس وغلب الهم على الخليفة المعتصم وبدأ بيتحول من الترغيب للترهيب قال له يا أحمد أما كنت تعرف صالح الرشيدي قال له نعم عرف سمعت باسمه من صالح الرشيدي صالح الرشيدي يقوله المعتصم كان معلمي ومؤدبي يعني هو لربان الخلفاء دايما وعلى الصغيرين يقولهم وحد ربي وكان جالسا في ذلك الموضع فسألته عن القرآن فخالفا فانتقمت منه كما تعلم يا أحمد أجبني إلى القول بخلق القرآن حتى أطلق عنك القيود بيدي قال له أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم فركب الهم الخليفة وانفضوا من المجلس منظرة طويلة كان في رمضان يكلم ده في 25 رمضان و26 الإمام أحمد حاول أن يفطر ما استطاع بسبب الإرهاق فجاءه قاد القضاء في الليل وقال إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك وأن يدعك أو أن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشرس مش حسين وإن أجبته جاء إليك وجعلك من خاصته ما ردش عليه في اليوم التاني عادوا المناظر الأخير بادئ يسألوا أنا معرفش الكلام بتاك هتولي آية أو حديث حديث أو نص في القرآن فواحدا إيه ده يا أمير المن إذا توجهت الحج له علينا ثبت وإن ألزمناه بشيء قل ما أدري هتولي كتابه سنة الإمام أحمد يقول لقد احتجوا علي بأشياء لا يقوى قلبي أن ينطق بها أنكروا الأخبار أنكروا الآثار سبحان الله الإمام أحمد احتجوا عليهم بحديث الرؤية حديث قيس بن أبي حاز إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته هم بينكر الرؤية المعتزلة بينكر الرؤية بينكروها ليه لأن إثبات الرؤية في حد ذاتهم تشبيه إذن ربنا بيراه ولكن ده تشبيه فلما احتج عليهم بحديث الرؤية وده حديث متواتر راح مين أحمد بن أبد وقهد لعلي بن المدين كان من كبار المحدثين وأجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن وهو عايز يحرج أحمد بن حمد قدام الخليفة وأحمد بقول القرآن كلام ربنا غير مخلوق والرؤية والرؤية سابتة لرب العزة والجلال هم هو لا مفيش رؤية فرحل علي بن المدينة محدث كبير كان معزول لمدة سنتين عشان قول خلق القرآن ما كانش استجاب بسرعة الخليفة وهو محدث بيأخذ راطب من الدولة فاجه بقى ايه قال له ايه قال له دول عشر تلاف دينار ولا درهم انت بقى لك كم سنة ما أبطش قال له سنتين قال لهم ودول كمان عشر تلاف درهم هدية وصلك بها أمير المؤمنين حدث الله خي قال له يا أبا الحسن ما تقول في حديث الرؤية هو عايز حج من مين من علي بن المديني ضعف بيه حديث الرؤية ضعف بيه حديث الرؤية قال له علي حديث صحيح حديث الرؤية حديث صحيح قال له هل عندك فيه شيء يعني شوف له حل فيهم بقى طبعا ما ايش شي دي ولا حاجة درش قال له يعفيني قاد القضاء من هذا قال له يا أبا الحسن هذه حاجة الظهر هذه حاجة الظهر قال له إنها حاجة الظهر اجعل مخرجا لضعفه أحمد بن حنبل مش عارفيني يخلص منه هناك يعني لم يزل به حتى قال علي بن المدين في الإسناد من لا يعول عليه ولا على ما يرويه وهو قيس بن حازم إنما كان أعربيا فأحمد بن نابد وقت بقى واحد جاهل يفكر الحديث بقى ضعيف كده يعني يعني حديث متواتر تعرفين فذهب إلى المجلس وقال انتظر جايبنا حديث ضعيف أصد حاجة غريبة قول الأمور بتتكرر بشكل عجيب في موضوع الأسماء الحسنة بنقوله من الأسماء هم المعتزنة بياخدوش الحديث قولك ده حديث أحاد وكلام ده ما ينفعش لازم الحديث متواتر عشان ياخدوا به العقيدة الأشعرية بيقولوا فيها إن الأسماء لازم تكون توقفية على النص وأحاديث الأحد لا تفيد اليقينة في أمور الاعتقاء فالأسماء المشهورة اللي فها 21 اسم غلط مش من أسماء الله هذه لا هي حديث ضعيف ولا صحيح ولا قرآن دراوج معها وألزق ألزقها أو أدرجها بكلام النبع السلام فعايزين الناس تتمسك بهذه الأسماء تحت مسمى المقلوب وإحنا بيقولهم ارجعوا الكتاب والسنة فين في أخذ الأسماء نصا بالتوقيف خليكم معايا آه شيء عاجب جدا يعني إحنا بيقولهم اخذوا بالكتاب والسنة اللي هم أصلا بيطلبوا به في باب العقيدة يقولوا لا هنأخذ بالحديث نهوه اللي أشد من الضعف كمان للمضرب في حين إن قضية زي قضية الكتال أربعتاشر قرن وقبل القرن حتى أبل الإسلام أربعتاشر قرن والأمة أجمعت على مشروعية الكتاب فصدرت فتوى بتحريم الكتاب معيني الحديث صحيح في الصحيح إذا اتقى إذا اتقل ختاناني فقد وجب الوسن شيء حجيب يعني شايفين التناقض طب إذا كان الأمر في باب الختان وقلته ضرورة وكتير بقى يتكلم في التلفزيون عن الختان والختان دي بقى جريمة بشعة وأصبح قانوني الآن مجرد لكن في باب الأسماء الحسنة حديث ضعيف أأخذوه ليه أحد الدكاترة في قناة الحياة يقول لك إيه يا أخي ناخد به في فضائل الأعمال الأسماء الحسنة بقى الفضائل الأعمال شيء عجيب ومحير فعلا طبعا أحمد محمد العالمة جهله لأن المحدفين يعدلون قيسا فهو من أجوة اتبعين إسناد لم يزالوا به حتى يعني أوشكوا على اليأس فالخليفة وقف وقال اسمعوا بقى عليك اللعنة عليك اللعنة بإيه لعنة لماذا أحمد يقوله عليك اللعنة خذوه واسحبوه وعلقوه جلس الإمام أحمد على كرسي جلس الخليفة على كرسي ونادى أحذروا العقابين والصياب العقابان خشبتان منصوبة تنزل الخشب بتعلق فيها اللحمة كده عند الجزار وربطوا الإمام أحمد من يده وقفوا على كرسي وربطوا من يدي ثم أزالوا الكرسي من تحت قدمي فتعلق فين في العقابين أو في الخشبتين وأمر الخليفة أن كل جلاد يضرب صوتين بس عشان قوة الجلاد لا تفطر يعتخال بقى لما طابور من الجلادين وقفين كل واحد يضرب صوتين ويمشي فلما وقف الإمام أحمد قال يا أمير المؤمنين اتق الله 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 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك الجماع فبما تستحل دمي ولم آتي شيئا من هذا يا أمير المؤمنين تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفه بين يديك فارتج في الخليفة وهم أن يصرفه فأهل الضلال من الوزر المعتزل يقول يا أمير المؤمنين إنه كافر ضال مضل اقتله دمه في رقابنا مبتدع تتابعوا يلعنونه بدأوا الضرب طبعا بره الناس بدأت تبكي وتصيح والمحدثون يقولون ليقل القرآن مخلوق تقية وألح عليه بذلك كان يرفع وبعض الناس يقولون لا أيضرب سيدنا مولانا إن أجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن سأقوم مقامه كان بشر الحافي ومن الزهار والناس بيدعو له حتى إن المحدثون قد يجتمعوا في بيت عاصم من علي وقعدين يقول هو يخليه يقول إن القرآن مخلوقه خلاص بدل ما يعزبوه كده فالنساء بنت عاصم سمعنا المحدثين وهم يتكلمون في المسألة فأرسلت إحداهن رسالة إلى وليدها وقالت بلغ أحمد بن حنبة إن موته أحب إلينا من أن يجيب الخليفة إلى القول بخلق القرآن يعني حتى النساء قالوا لا يموت أحسن بس ينصر الحب وهم مساعدها كان يقولوا خليه يجاوب خلاص جلسوا يضربونهم أضربوه كم يعني بعد ثمانية وتلاثين صوت فقد وعيهم قاعد يضربوا فيه لغاية ما خلاص والخليفة ساعة ما يشوف يحصن له حاجة لأنه هو الخليفة كان في قرآن نفسي يعلم أنه على حق وأن حشة السؤلية على باطل لأنه مش عارفين يجدلوه فوقف على رأسه وقال يا أحمد الخليفة نفسه أجبني إلى القول بخلق القرآن المسألة الوقت مسألة إحراج مش مسألة حق وباطل أنت كده بتحريك الخليفة خبلك الزاق يقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم ويحك الخليفة على رأسك واقف على رأسك أجب الخليفة القول بخلق القرآن أبدا فغلبه الهم وقام وانصرف ونصر الله السنة عملوا في الإمام أحمد بعدما فكوه وضعوا على الأرض وقد قطعوا اللحم من جسده بسبب شدة الصياد أربعين صوتا ضربوه ضربا مبرحا فأغمي عليه طرحوا عليه بارية زي حصورة كده وداسوه بأقدامي طلعوا وأففوا من غزه ليه لأنه ربنا نصر أنه يصر على هذا والخليفة ينصرف ضرب الإمام أحمد نحو ثمانين صوتا مش اربعين ضربا مبرحا شديدا حتى سال دمه على ثيابه وتقطع اللحم من جسدي حملوه إلى دار الخلافة وكان يوم خمسة وعشرين من رمضان سنة إحدى وعشرين ومائتين وبعدها عفى عنهم جميعا وقال كل من آذاني في حل إلا أهل البدعة وكان يقرأ قول الله تعالى وليعفوا وليصفهوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم بعد الامتحان طبعا أجاب الفقهاء الكبار القول بخلق القرآن دقية ومنهم أعلام المحدسين كيحي بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو نصر بن طمار كانوا عند الإمام أحمد في مرتبة عليا لم يكن يتوقع منهم سرعة الاستجابة إلى الخليفة في القول بخلق القرآن فكان يقول فيهم لو كانوا صبر وقاموا لله ووقفوا مع الحق لانقطع الرجل انتهى الأمر وكان المعتصم قد خافهم لكن لما جبنوا وهم عين البلد اشترأ على غيرهم يعني شافين إزاي يقول سبب إن نهل العلم ما أفوش مع الحق يضيع الدنيا ولذلك أنا بقول كلمة في النهاية هم طبعا رجعوا المحدثون الكبار بعد الإجابة وبعضهم بقى يلوم نفسه حتى قال لغلامه يا غلام الغلام ده العبد يعني بيقوم على خدمته وخدمة الدواب يقول يا غلام قدم الدابة على مولاك قوم اخدم الباغل قبل ما تخدمني قال له ليه قال له والله لو نطقت لقالت إنها سنية يعني القرآن كلام ربنا غير مخلوق أمني رحت وقلت القرآن مخلوق يا غلام قدم الدبة على مولاك إن مولاك قد كفر كفرنا عند الخليفة ورجعنا وبدأ يلوم نفسهم الزيف لم ينصروا كلمة الحق التي وقف من أجلها الإمام أحمد النعم بدوا يعلقوه ويتبعوه إلى غير ذلك حتى شفاه الله عز وجل وكانت قصة بعد ذلك وحاول المعتصم يسأل عليه والخليفة الواصف من بعض ويحاول يقربوه إلى الخليفة ويجعلوه من الوزراء لكن هو يرفض إلى أن رفع الله المحنة في عهد الخليفة المتوكل ودي بقى لها قصة أخرى تبقى تقرأوها أنتم لكن عايز أقول إن الحق بينتصر وكتب ربنا وسنة رسول الله السلام بتنتصر فإذا كانت القضية كذلك تشويش بعض إخواننا من الدعاء حفظهم الله وهداهم الله على قضية الأسماء الحسن لأنهم مشهورين ولهم حظ في الإعلام ومحاولتهم إنهم ثم ينعوا وصول هذا الحق للناس ويقتمونه ولا يعرفون الناس به إن فيه 21 اسم الأسماء المشهورة ليست من أسماء الله ودي ما عدت فيها قضية لأنه هات لنا أنت دليل طلع الاسم الأسماء دي في الكتاب والسن إن ما كانتش موجودة في الكتاب والسن يا أخي لا تكتموا الحق قل به لأنك ما قلتش دلوقتي هترجع تلوم نفسك والناس هتلوم العائلة الصغيرة هتقابلك في الشارع وتقول لك أين الدليل على هذه الأسماء هتقول لهم إيه فأتمنى إن شاء الله عز وجل أن تكون في هذه المحاضرة عبرة وبيان بحس المطلوب أنا طبعا في المحاضرات الأخيرة ديات ما كلفناكم غير بتلخيص المحاضرات فلقصونا بس هذه المحاضرة دي موجودة في كتاب البدع الكبرى تستطيعوا إن شاء الله إنه كنت تلخصها بشكل جيد السلام عليكم وبركاته شيخنا المبجل جزاك الله خير يا أخي والله ثم والله إنه أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه لي سؤالات ماذا يعني قوله بالحسن الأشعر إن الله عز وجل استوى على عرش استوى يليق به من غير طول استقرار كلمة من غير طول استقرار غير سليمة استوى كما يليقه بجلاله لكن حكاية طول استقرار دي نفي عن قضية النبي يقول كده عشان إيه يعني ينفي التشبيه أنت طالما أثبتت الاستواء اسبته كما أراد الله عز وجل لكن لفظ من غير طول استقرار دي ما تنفعش خلاص ما المقصود بقول الشيخ مرعب نيوسف الحنبل أعلم إن من المتشابهات آيات الصفات التي التأويل ومنها بعيد فلا تؤول ولا تفسر جمهور أهل السنة منهم وهي الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى بعض وجل هذا غير صحيح إحنا بنفوض الكيفية لنفوض المعنى وتفويض معناها المراد منها إلى الله هذا غير صحيح دي مش مذهب السلف ده مذهب المفوضة ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في العقيدة وهل تنصحون بحفظ المتون معينة وزاق مباخف أنا بقول دلوقتي في العصر إحنا عشرين فيه الكتب كتير في العقيدة بس تحصيل الطالب في كتب العقيدة من غير دراسة صعب أنا أنصحك بدورة أصول العقيدة اللي قلنا هنا تابعها وهي الآن مسجلة على أربع الصناعة اسمعها كويس جدا حتفهمها تستوعبها تذكرها كويس حتأثر عليك مسافة طويلة جدا بعدها ترى أي كتاب من كتب العقيدة حتلاقي كفاء إنما أنا أقول لك مثلا اقرأ كتاب كذا كفاش خصيصة المشاهد اقرأ كتاب كذا فتروح تقرأ كتاب من نفسك تلاقيه صعب أو أنت نفسك مش عارف تستعمل المصطلحات اللي فيها وانت ما درستش كيأخذ العقيدة دي صعبة أو زي ما بعض المشايخ قلت لك لا هل موضوع العقيدة دي ما ينفعش لطلبة العلم والحكاية صعبة أبدا أي واحد على فترته وكم من شخص حضر معنا من بداية الدورة ما هوش متخصص لحد وك الراجل الكبير في السن ما لهش في الموضوع أصلا بس مستوعب القضية بشكل كويس وبسيط فأسأل الله عز وجل لمن أراد معرفة الحق إن الأول يفهم عقيدة السلف وعقبت السلف مش معقدة أنا لما خطبت الجمعة نفاتي كنت بركس على قضي أنتوا عايزين السلفية آه مش المدرسة السلفية أو أنصر السن أو الجمعية الشرعية لأنه ظهر دلوقتي إن فيه ناس في هذه المؤسسات يدافعون عن مألوف وعادة ولا يدوفعين عن حق وعباد لما يقولك الأسماء ناخذ بالمألوف أمال إيه الأسماء توقفة على الناص وكل اسم لابد أن يوخذ نصة من القرآن والسن مش التقديم تقوله الناس قرآن والسنة فيها مثلا في الأمة هو لما نيجي نقولك أولي أسماهي وهذا نصة تجي تقولي لا أو أنت بتضحك على الناس وبتضحك على نفسك فالسلف مرجعهم إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خبر عن الله يصدق وأمر عن الله ينفذ فأين الخبر بالاسم وعلى عين والرأس إنما ما جبتش خبر ولا فيه نص ولا دليل وعيزنا سدا دينا اسم إلى الحسن وتقول من قال بغير ذلك يبه هذا يحدث بلبلة أو يخالف رأي الجمهور فهذا جمهور السلف الصالح على إن الإسم أسكر بنصه لا أسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتاب أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أنت نفسكم لما تستوعب القضية ونحن نبدأ فيها إن شاء الله بعد محاضرة أو اثنين هنبدأ في شرح الأسماء اللي هي آخر ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات إحنا شرحنا باب الصفات واستوعبنا وأظن المحاضرة دي تطبيق عامة لتعرف تشوفه اللي فات ومنهج السلف في التمسك بالعقيدة الصحيحة وحكلفكم بدراسة إن شاء الله عز وجل كبحث من ضمن الأبحاث كشرط لإيجازة الدورة بتاع وصول العقيد حيبقى الحديث عن توحيد الأسماء وقضية الأسماء بشيء مفصل أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السدادة والتوفيق سبحانك اللهم وبحمد أشهد والله إلا أستخدم بالعرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تمين أبدا بها أرض وتطوى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تمين أبدا بها أرض وتطوى أبحر خلق الحياة كما أراد يفاصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تمين أبدا بها أرض وتطوى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تمين أبدا بها أرض وتطوى أبحر